اشتركوا في القناة الكبلتين وسط حالة من الحزن والأسى إن لله وإن إله راجعون ويعد الشيخ من أبرز مشايخ المملكة العربية السعودية ويتمتع بسمعة واسعة في أسرة الدعوة كما أن لديه الكثير من المتابعين حول العالم ممن يرغبون في سماع الكرآن الكريم بصوته أما عن سبب الوفاة فبحسب مقالاته موقع التواصل الاجتماعي فإن سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ يعود إلى معاناة طويلة من مرض لم تعرف طبيعته حتى الآن لكن بعض المصادر قالت أنه يعاني من قلب المشكلة التي لم يتم تأكدها حتى الآن الشيخ محمود خليل هو أبو إبراهيم محمود بن خليل بن عبد الرحمن المقرئ ولد في المدينة المنورة حفظ الكرآن الكريم في سن العاشرة حصل على إجازة في الكرآن الكريم من والدها الشيخ خليل القارئ حصل على شهادة حفظ الكرآن الكريم من الجمعية الخيرية لتحفظ الكرآن الكريم بالمدينة المنورة بتقدير ممتاز عام 1405 إن لله وإن إله راجعون يحمل إجازة في الكراءات السبع حصل على درجة البكارليوس من كلية الكرآن الكريم والدراسات الإسلامية سألين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة إن لله وإن إله راجعون عزاءنا لكم جميعا عزاءنا للأمة الإسلامية دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة